اكتب مقطعا تصف فيه صديقا استخدم خمسة من الصفات من هذا الدرس أرغب التحدث عن صديقي سديم عمره حوالي 16 سنة جسبيا طوله مناسب وبناؤه الجسماني بصورة جيدة لديه شعر أسود قصير وعينان لونهما أسود وجهه دائري منظره جيد جدا ويرتدي ملابس غير رسمية صديقي سديم جدا مجد كايند عطوف وطالب كريم هو نشط وهو طموح جدا لكن بعض الأوقات هو يبدو خجولا مع ذلك هو واثق جدا نحن نقضي معظم وقتنا سوية نحن نقضي فيديو جيمة بعض الأحيان نلعب ألعاب الفيديو من وقت إلى آخر نذهب إلى التسوق ونلعب كرة القدم مع أصدقائنا الآخرين لدينا أشياء مشتركة كثيرة نحن صادقين ولدينا ولاء أبدا لا نخلف الوعود التي قطعناها أهم شيء مهم إننا نبقى على تواصل أحدنا مع الآخر